أما من نادي الزمالك وأخبار نادي الزمالك في بعثة نادي الزمالك وصلت النهاردة لعاصمة المغربية الضارب بيضائس على الموجة الوداد يوم السبت المقبل كان في استقبال البعثة المستشارح من بارك كونسل مصر في المغرب كمان أحمد سيد زيزو انضم لبعثة فريق في المغرب قادما من أنجولا بعد تعافي من فيروس كورونا اللي خلاه يغيب عن مباراة سجرادة وفضل في أنجولا رزيزو هيبقى إضافة كبيرة ومهمة جدا في تشكيلة نادي الزمالك في مباراة الوداد أول تدريب نادي الزمالك في المغرب كان الساعة سبعة ونص بالليل بعد الوصول يعني بحوالي سبع ساعات والتمرين كان طرفيه شوية وخفيف على اللعبين ما كانش فيه تحميل بدني ومجهود كبير على كل اللعبين ومبراشف أو الشهد جلسة بين أحمد مرتضى عدو المجلس ورئيس البعثة مع اللقاء وكمان اجتماع بين أمير مرتضى وكارتيرون عشان يشوف طلباته قبل هذه المواجهة نادي الرجاء هيستطيع في تطريبات الزمالك يوم الجمعة وده في إطار العاقات الطيبة اللي بتجمع بين الناديين الزمالك كان سافر المغرب بقائمة مكونة من سبعة وعشرين لعب هم حراسة المرمى محمد عواد ومحمد أبو جبل والسيد عطية وفي خط الدفاع حمزة المسلوسي والوينش ومحمود علاء ومحمد عبدالغني ومحمد عبدالشافي وإحمد فتوح وحزي الإمام وعبدالله جمع ومحمد طارق وحسام عبد المجيد وفي خط الوسط إسلام جابر وإمام عشور ويوسف أمامة وماجد هاني وإحمد سيد زيزو ومحمد أونج ومحمود عبدالراز إشكبالة وأشرف بن شرقي ورزاق سيسي وسيد النمار وفي خط الهجوم سيف الدين الجزيري وعمر السعيد وحسام أشرف وسيف جعفر ترجمة نانسي قنقر